الخبر الأول اللي عادنا عن رزة ووصول قناتها باليوتيوب للأربع مليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك عقبال العشر مليون يا رب ما بقى شي وطبع لتسون يا حبايب أنه تباركوا له بالكومنتات على هذا الإنجاز الخرافي وندغل حاليا محمد كريم وليش هو الزعلان فلزا هذا الستوري يقول أنه حملات إبلاغات تجي على حسب الإنستجرام وأنه هو متعجب من هذو الأشخاص اللي يكرهوا رغم أنه هو أساسا ما يعرفهم أصلا وأنه هو ما بتكبر وشو إذا يتكبر شو حصل يتعامل بيه الناس ويقول بس يدرون الصراحة الحقيقة مو بيدهم الناس قاعدة لا شغل ولا عمل ولا هدف ولا مستقبل أكثر جيت وينسون بي عام ويدرفهون عن نفسهم أنه يخبثون ويضرون غيرهم لحتى يهدى بالهم خصم بالله من قهر عليهم أكثر ما من قهر منهم فمنتوقون يا حبايب محمد كريم يقصد بالضبط وطبع إن شاء الله يا رب هو ما ينظر له والأحساب وكتنوا بلكومنتات شو رأيكم من هو يقصد بالضبط وبنسبة لك يا حبايب محمد كريم هو أعلن أنه رح يسوي أغنية جديدة عن محافظة جديدة بالعراق يقول أن بعض مستوى أغنية بغداد اللي هي كانت أغنية عن محافظة بغداد بعض المحافظات زهلة وأنه ليش مستوى أغنية عليهم فصالت المتابين أنه شون تريدون أن الأغنية جاية تكون على أي محافظة بالضبط من العراق فكتونا شون تتوقعون في الروح حاليا النارين بيوتي وهل هي مززوجة وعدها أولاد فشيروا يا حبايب نزع على حسابة بالإنستجرام هذا الستوري كانت يقول بي أنه هذول الشكل النارين وأولادها بسجول عندها بالبيت هذا دخل المتابين صاروا يسئلون أنه النارين بيوتي مززوجة وعدها أولاد فهورد يا حبايب عن طريق هذا الستوري يقول يا شماعة قصدي مستقبلا فقدوا لكم التاشتراك بالضبط الخبر وننتقل حاليا أنت واصالة والتجمع اللي يسوه بمصر فنزعوا شوية ستوريات كانت تجمع بمصر لأنه حاليا مصر يا حبايب وصراحة تجمع مع بعض كوش خرافي به هواية عدد من الناس أكيد قاية تصورونا الفلوقات هناك يا حبايب الله وفقهم يا رب وإنشاء الله يزيدهم أكثر وكتبوا لنا بالكومنتاج قامت حمسين الفلوقات من مصر هذه المفاجأة اليوتيور واللي هي قمر الطائق يا حبايب وتنزلوا لشوية ستوريات قاية تعلمي خلال لأنه تصورنا هواية فيديوهات يمكن تصورنا فيديوهات اليوم يا حبايب مثل ما قالت وتقول أنها يزلنا يوم الأحد وبهذا المقترح يزلنا مفاجأة وصد ما كنش خرافي شفال ستوري خاصلكم تصور فيديو اليوتيوب الفيديو تالي جنن إذا وصلت البوست ما اليومي سأرف تعليق حزلكم الفيديو يوم الأحد فلا خليكم جاهزين يعني يحرفين الفيديو جنن لاز 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 حمسون الفيديو جنن كمان هيشي عال خالي بلاش فخليكم جاهزين يوم الأحد رح ينزل ح ساعة 5 شكرا لستعادة أضويلي وباش بدافت لها ما صور لكم فيديو أكو فيديو فكرة فكرة مالتها وحدي هي كلش حلوى دست ماد يصنعوا لساعة صورها فلاش بلا كيباش أصوركم نهاية فراغت وخليكم جاهزين لنا سأحضريكم شغلات هذه الأسبوع جنن لا صدقوا كلش هو الشغلات بالغاية ماشا الله يضغط كلش ميت ها نح concل ما أجد من أفضل حجم نشوفه كلش جاهزين كش متحفزت لي ما رح أقدر أعلنكم عنه هسه هو أقدر فسي مايرت حتمال رح أعلنكم عنه بالفيديو اليوتيوب حينز اليوم القادم فا هو شي حلو بس فيراد دعمكم يعني يلا وا imagen فبلضاف أن ذات هذه السورية تقول ان يما رح ناخذ تختارẩو وله يحطط لقطة مالتها يا حبايب وبالضاف أن أقل مرة طائحة شارة الفولو عن ابو جوجو اللي هو واحد من أعضاء فريق فانور مارفل لسه في حباب يجي قاعد يصير ما بينهم بس لها وصلت المقطع كانوكو فيزة مخافة في مكتل القصص إن شاء الله مخطأ 500 تلف حينزلكم باجر أنا أدري قلت لكم اليوم لكن إن شاء الله باجر حينزلكم المهم بس كانوكو فيزة مخافة في مكتل القصص مع السلامة